واشف خبارك باللي رامو ممكن توجد الديبلوم ديال باك بلوس دو وانت ما زال في الليسي وتابع معايا باش نجرى علاجات البلانكي في جديد هدا علاش كاين البت اس لما شاهده كل اللابال كانت تكلم على البروفي دو تكنيسيان سوبريور وهدا رواح الديبلوم جامعي واللي كتوجدلي في الليسي تكنيك وفيها سيدنا تنائين وعشرين تخصوص وفربعات ديال المجالات تكنولوجي والصيناعي والخدماتي وحتى التجاري باش تشجل معليك الا الدخل للا بلاتفورم الخاصة بالبيت اس ولا للا بلاتفورم ديال ما صار ولليا غاد نخليه لكم في اللي كومنتر وتابع معايا مزيان بالنسبة للسنة الدراسية ديال الفين وثلاثة وعشرين الفين وعشرين تشجيل غادي يبدأ من واحد وعشرين في شهر ستة الفين وثلاثة وعشرين وغادي يسالي في تلتاش في شهر سبعة الفين وثلاثة وعشرين وقيد ولادات عندكم باش ما يتنسولكمش وباش تشجل خاص يكون عندك غير باك يكون قديم واللي يكون جديد واللي يكون باكريب المهم ان السن ديالك ميكونش كيفوت 23 سنة السبعة سيدنا سها كدار غير على ذالم الوطني ولانزيدكم واحدة للمعلومةuchar هلوم يأخذ الخمسين بالمية من الناس ولا باك وهمسين في اللي بقيت كان ياخدوها من باقي الشعب وقبل راه كانت خمسة واسبعين في المية لباك تعني وخمسة USSR بالمية لباقي الشعب وكيف ما كان الحال كي يبقى بأن الناس ديال باك برو ولا باك تكنيك عندهم الافضلية ديال البتا اس. وإلى سهل عليك الله واتقبلتي في تخصص من تخصصات اللي باغي توجد فيهم رك غادي تقرأ في اللي سي تكنيك. اللي في دك تخصص اللي انت اختاريتي. على شر الظل بال مزيان في انك تخصص اللي انت باغي. وش مدينتك ولا في شي مدينة وحدة اخرى. تاني حاجة هو ان القسم اللي غا تقرأ فيه غادي يكون مخاف. كتقرأ ما بين خمستاش حتى الثلاثين واحد في القسم. عدد قليل والفهمة بيان ستوان غادي تكون ممتازة. وحتى الشرح عام في كار. هادي خدام عندي. ولي بروف كيكونو دي بروف اغريجي اللي كيكونو ضعفة ينشغلهم بزيان. في ذا كليماتيقة ديال التخصص اللي كيقرأوكم. اما بالنسبة الامتحانات. حسبوا رأسكم ما راكم ما زال في تانوي. هلاش? لأنك غادي تدوز فسط العام غير دي كنترول. وفي تالي ديال السنة اللولة عد غادي تدوز واحد لإكزامان فينال. وادك اللي غادي يكون جيهاوي. اما في الفان ديال 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 فارك غادي تدوز الإكزامان ناسيونال. جيحان وطني. وهو اللي كي يعتمد لي واش غا تنجح او لا لا. بالنسبة للسقوط. الى مشا تقدر الله. وراطيك الآن اللول. وارك يقول لك باي باي بسلامة. اما الا міشيتي حتى راتيكي في العام التاني فانك يتشاوروا بينتههم. لك انتي مزيان حسن التصوير وكذاك ، شيفررهم يسكليك تكمل لعملي مورا باش تاخذ ديبونآك. ده بلا دين تهيكم الافار. فاشك تخذ! لأ ديالة لتاكين ملتيني أولا ممكن انك تخرج السوق الشغل مباشرة ولكنك عطاهم الله. يعني اما في الشركات او اللي حتى في الانترابيز ببليك. راحة ديبلوم ديالك بحاله بحال ديال الاستياء او ديال الاستي. انت عندك باك بلوس دو. الى بغي تسير الدراسة ديالك كاينة سيادنا الليسانس بروفشيونيل. لحشان كيف تتفعلها. ولاني كتسنى لسالكسيون اللي كتكون بيان سوء على حسب الانوت. هذا على شوانك انقرأ ديبلوم ديالي. يجب ان نضرب على هذا النوت مسكون مزيانة. ولا انت تكون مفارقة. وكالحل ثالث هو ان انا بغي تسكمل الدراسة ديالك خارج البلاد. باي باي بسلامة. احتى انا كنودعكم كنقول لكم من القناة فيديو ما جاي ان شاء الله. وغير بالفن. الى عندكم شي تساؤل خليوا لي في الكومنتر. ما تنسو اشترو ابوني. تير بارتاج. ومن القناة فيديو ما جاي ان شاء الله.